الحاوي شناشة الحاوي ده الحاوي ده واحد من نوعين العلماء قالوا الحاوي والسيركو كده اما هو ساحر ويدعمل مع الجن بيسحر عيون الناس يمسك دي كده تشوفه ويدقلبة نار هي ما نار لكنه وسحروا اعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وعينك سحر لك عينك بوسط الشيطان فبيقيت تشوف المويد اشنو نار مثلا يعني او قالوا الاحتمال التاني العلماء يكون خفتية وزكاة منه ومخرقة زي الحلاج الصوف الكبير زاته اجاوه منه التصوف ده كان بيبشوا ويدفن جدادة يلفها كده في كيس والابتاع يدفنها هنا ويدفن له تفاح هنا وبرتكان هناك ويفوت ينادي الناس ويقعد يعمل فيها بدرسهم بعد شوية يقول لهم ماذا تشتهون عنده ثلاثة انفار عصابة معاهم مع عصابة يمتفقين يقول لي انت اقول ده ارتفاح وانت برتكان وانت جداد ده يقول له اجتيج جدادة دجاجة مشوية وده تفاحة حمراء وده كده اركاكم يسوقوا الناس كلهم بتاعنا الحلة يقول له احفر هنا انت دهر تفاح فيه طلقوا لقى تفاح الله اكبر ولي صالح وده فنواقبين يا اخوان ده فنواقبين وده دهر جدادة ففيش واحد برضو كان ساحر هنا في البلد دي ده كمان زون مجرم خلاص طبعا الكاربة دي فيها سيلك ارضي وسيلك شنو نهري اذا مسكت اي سيلك منهم حتى لو مسكتها الناري الارض يا ما مسكته لابس لك عازل تحت كراعك ما في الواطا ما يضربك الا تمسك شنو تعفيش التاني او توصل بكراعك في الواطا معروف عندنا الناس الكهرباء فبيقوم بيمسك يوصلوا بالكهرباء يقوم بيمسك سيلك واحد ويجيبوا المفاق بتاع البيان البنور من ورده يخدتو وده كيهبش من ورده كده وصل الارضي مع ناري يقوم المفاق يولع يو دولي وقال كهربته عالي بتحرك تش ولع نور وده شو قول بتاع كهرباء يا اخوان عمله فيني انا ده اطو عمله ور بعد ما تاب يعني ور الناس فالناس مات يتخدع بعد ما يسوقوا يدارين شنو يقول لك اتفع عليه شنو قروش ارمي البياط يبقى الشغلة ما دينا الشغلة شنو يا جماعة شغلة قروش ما في دين دين بيعلموا بي قروش يا اخوان